موسيقى خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك الأول موسيقى انتصارات جديدة للجيش اليمني في مواقع استراتيجية في مأرب والبيضاء والجوف موسيقى وواشنطن تتوعد بفرض عقوبات على روسيا لدعمها نظام الأسد موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من قناة السعودية ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة نبدأها باسم الله الرحمن الرحيم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية حفظه الله اليوم الاثنين فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك الأول بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي خمس وعشرين دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد القوات أو قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر وقبيل بدء الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي ثم بدء الحفل الختامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعدها أذن خادم الحرمين الشريفين ببدء فعاليات ختام تمرين درع الخليج المشترك الأول هذه الزوارق المعادية تحاول شن هجومها ولكن لا تستطيع ذلك ومن على يسار المنصة أيضا دخول طائرات فا 15 اس متعددة المهام لشن هجومها الثاني وستقوم طائراتنا المقاتلة وتزامنا مع كل عملية قصف أرضي باستخدام الشعلات الحرارية وصفائح التشويش تفاديا لأي دفاعات أرضية محتملة قد تكون مصاحبة لعمليات تسل العناصر العدو وتنفذ القوات البرية الطوق الخارجي والذي يمنع هروب عناصر العدو ومنع أي دعم خارجي لهذه العناصر وها هي القوات البحرية والقوات البرية تواصل طوق الأمن الداخلي ويتحمل أبطال المشاة البحرية ليقوموا بمهمهم القتالية على الساحل والسيطرة على تحركات عناصر العدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العميد الركن حسن بن صالح الشهري قائد طابور العرض العسكري للوحدات المشاركة بتمرين درع الخليج المشترك واحد أستاذنكم سيدي في بدل العرض العسكري أمركم سيدي هذا يعد تمرين درع الخليج المشتركة الذي تستضيفه المملكة بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة من أكبر المناورات العسكرية المشتركة في العالم المزيد عن التمرين المشترك في سياق التقرير التالي ما بين مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وعلى ميدان صامت في المنطقة الشرقية يأتي أضخم أكبر مناورات عسكرية مشتركة في العالم تمرين درع الخليج المشترك واحد الذي تستضيفه المملكة بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة وعلى مدى شهر كامل شهدت ساحات التمرين تدريبات مكثفة وعمليات عسكرية مختلفة نفذها عشرة الألاف من الجنود من مختلف الدول كأحد أكبر عملية حشد للقوات المتنوعة والعتاد العسكري النوعي المستخدم فيه نفذت عمليتين مختلفتين من نواع العملية العسكرية اللي شفتوه على السابق منصة كان عمليات عسكرية حرب عمليات الحرب النظامية ونقصد فيها هي العمليات العسكرية التقليدية ضد عدو تقليدي وهذه تمت عن طريق عمليات الدفاع الساحلي ضد عناصر العدو المعادية بمنعها من عملية إضرار على الساحل تمرين درع الخليج كان هدفه رفع الجهزية القتالية واكتساب المهارات اللازمة للدفاع عن الحدود وحماية الممرات الحيوية والمياه الإقليمية وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في الخليج العربية تمرين درع الخليج لم يكن الأول من نوعه فقد سبقه تمرين درع الشمال وسيف عبد الله وتعد هذه المنورة العسكرية المتعاقبة عاما بعد عام خير دلالة على وجود قادة يجمعون ما بين الحزم والحكمة ينهجون التخطيط السليم لبناء القوات المسلحة وتجهيزها وإعدادها لحماية البلاد وتدعيم قواعد الأمن استعدادا لأي عدو أو تهديد ولتعليق أكثر على هذا الموضوع ورحب بضيفنا في الستيديو المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور محمد الفائدي مرحبا بك دكتور محمد مرحبا بكم والمشاهد الكريم كذلك دكتور محمد في البداية دعني أسألك عن مثل هذه التمرينات العسكرية المشتركة الضخمة والتي شاهدنا قبل هذا التمرين تمرين رعد الشمال وسيف عبد الله تمرينات ضخمة بأعداد كبيرة جدا من أعداد الجنود المشاركين عشرات الألاف وأيضا العتاد العسكري والمعدات ما هي أهمية مثل هذه التمرينات البداية نحن نؤكد أن هي المملكة العربية السعودية مجمع القوة ومرتكز هذه الشراكات بين الدول تملك تقنيات وإمكانات عسكرية وتسليح متقدم جدا وعندما نتحدث عن الرعد الشمال ذلك حقيقة الاجتماع العسكري الكبير الذي كانت فيه مناورات قوية تزيد عن عشرين دولة اليوم نشهد كذلك الدرع الخليج واحد والذي يجمع أكثر من 24 أو نحو 24 دولة في هذا اللقاء العسكري المشترك كذلك بين قوات مختلفة الثقافات والمشارب والتجهيزات والتسليح العسكري إذن نحن أمام مجموعة من العمليات العسكرية تتم على ميدان معارك حقيقية وإذن هذه القوات عندما هي تتعامل فيما بينها هناك استشعار تام لحجم التهديدات والمخاطر التي تحدق بالدول ثم أن هناك توحيد المفاهيم بين هذه الدول من قلال مثل هذه اللقاءات وهذه المشاركات في هذه التمرينات العسكرية ثانيا العمليات العسكرية وخطط العمليات وكذلك الخطط التكتيكية في المعارك وتوحيد كل هذه المفاهيم من خلال تحديث الأسلحة وتطويرها واختبار قدراتها وإمكاناتها في هذه المشروعات العسكرية الكبيرة هذه الدول عندما تجتمع وبهذا الحجم وعلى أرض المملكة العربية السعودية وهدفها حماية والحفاظ على أمن الخليج والطاقة الموجودة في الخليج العربي والتنمي في هذه الدول الحديث عن دول من آسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية إذن مجموعة من القوى العسكرية في مختلف القطاعات البرية البحرية الجوية الدفاع الجوي عندما تتشارك في هذه التمرينات فهي تؤسس لانطلاق لتطوير لهذه الأسلحة والإمكانات والقوى البشرية ورفع كفاءة التدريب في هذه القوات بما يواقب حجم التهديدات والمخاطر التي تهدد التنمية في الدول كما ذكرنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم قوات المشتركة في تمرين درع الخليج الأول ذكر أن من أهم أو من أبرز أهداف هذا التمرين وهو التجانس ما بين القوات المشتركة لحماية الممرات المائية ونحن نشاهد الأخطار التي تهدد بل هناك اعتداء على بعض الناقلات النفط في بعض المضائق كمضيق باب المندب مثل هذه الأخطار والتجانس ما بين هذه الدول إلى ماذا تهدف؟ عندما نتحدث عن تحديد المفاهيم بين هذه الدول وهذه القوات التي تملك تجربة طويلة وثرية في التدريبات العسكرية وكذلك استشعار حجم المخاطر إذن نحن نؤكد على أن جميع هذه المخاطر هي حاضرة للغادة العسكريين المشاركين في هذه العمليات التطبيقية المشتركة وهم يدركون حجم التهديد الذي تعرضت لها الملاح البحرية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب وخيرها ناقلة النفط السعودية التي تعرضت لاعتداء حوثي بصواريق حوثية مهربة من إيران إذن هذه الدول هي تدرك حجم التهديدات للملاح الدولية وخاصة في المضايق والمناطق الحريجة مناطق الطاقة هي مناطق حريجة كثير ما تتعرض للتهديدات ولا بد أن توفر لها حماية أكثر وبأسلوب وبمنهجيات وبطرق جديدة وابتكارات جديدة تأخذ بكل الاعتبارات وبكل الجوانب التي تعد تهديد للملاحة بصفة عامة والملاحة الدولية والمتعلقة بالطاقة بصفة خاصة نعم إذن المحلس الراتيجي والسياسي الدكتور محمد الفائدي شكرا جزيلا لك العفو شكرا لكم كذلك ترحيب فلسطيني واسع لقرارات المملكة الداعمة للفلسطينيين في قمة القدس والتي تأتي تأكيدا على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للقضية الفلسطينية فلسطين وشعبها في أجدان العرب والمسلمين جميعا هذا ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة في قمة القدس حيث تبرعت المملكة العربية السعودية ب150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم أكد العرب في قمتهم التاسع والعشرين أن القدس قضية محورية بالنسبة لهم وربما هذا الإعلان عن هذا الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت تسميت القمة بقمة القدس إشارة واضحة مباشرة ورد كذلك على كل من يشكك أو يقلل من اهتمام العرب بقضيتهم الأم وأكد مشروع إعلان قمة القدس في ختام أعمال القمة على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى هويتها العربية وأن تبقى القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين خادم الحرمين الشريفين حفظه الله استلم قفاز المبادرة وقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية لتسمية القدس عاصمة لإسرائيل وكان خادم الحرمين الشريفين قد أكد في كلمته الافتتاحية رفض المملكة العربية السعودية للقرار الأمريكي الخاص بالقدس مؤكدا أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى من الظهران اختتمت القمة العربية التي أطلق عليها الملك سلمان بقمة القدس لتؤكد وترسخ أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب والمسلمين من الظهران سلمان العليم كما حظيت كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى ترأسه أعمال قمة القدس التي عقدت أمس أصداء إيجابية واسعة أكدت بأن المملكة كانت ولازالت مساندة للعرب والفلسطينيين على وجه الحصوص قمة القدس هكذا سمى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القمة العربية التاسعة والعشرين تلبية لطلب فلسطيني وتعبيرا عن دعم وتأييد السعودية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تسمية القمة العربية الأخيرة بقمة القدس هو إنجاز يحسب للمملكة العربية السعودية وثانيا حجم التبرعات التي وعدت بها المملكة العربية السعودية والتي تقدر بحوالي 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني هي مساعدات كبيرة تدل على كرم وسخاء المملكة العربية السعودية واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى على مستوى العالم العربي هذا الموقف هو استمرار الموقف السعودية الدعم لشعب الفلسطيني ولمضاله وهو موقف معهود عن السعودية وملوكها وأهلها قرارات القمة المنعقدة بالذهران الداعمة للحق الفلسطيني لاقت ترحيبا وثناء فلسطينيا بدعم الأوقاف الإسلامية في القدس ب150 مليون دولار ودعم طارئ لوكالة الأنروا ب50 مليون دولار التي تعاني من عز مالي منذ فترة طويلة هذا التبرع جاء في وقت حاسم الأنروا تعاني من عجز مالي كبير يقدر ب346 مليون دولار بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف حوالي 300 مليون دولار من المساعدات من شأن هذا المبلغ أن يساعدنا أكثر في الشهور القادمة نأمل أن نتجاوز هذه الأزمة بمثل هذه التبرعات الضخمة والكبيرة التي عودتنا عليها المملكة العربية السعودية فليس غريبا على المملكة العربية السعودية مواقفها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته فالتاريخ يشهد على أن المملكة لم تتوانى في اتخاذ مواقف مهمة من شأنها تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه قمة القدس جاءت مؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية وشاهدة على دعم الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لتجدد التأكيد أن لا أمنة ولا استقرار في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا أحمد حرب تلفزيون المملكة العربية السعودية تيطا عغزة في الشان الميداني اليمني كبدت قوات الجيش الوطني اليمني ميليشيات الحوث الإيرانية خسائر كبيرة وميدانية خلال مواجهات في منطقة قانيا بين محافظتي مأرب والبيضة وشار مصدر عسكري يمني إلى استعادة سوق قانيا وعدد من المواقع واتباب المحيطة به وأن الفرق الفنية تتعمل الآن على انتزاع الألغام التي خلفتها الميليشيات الانقلابية إلى ذلك تمكنت قوات الشرعية بمساندة طيران التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة شمال غربي محافظة الجوف بعد مواجهة عنيفة مع الميليشيات الانقلابية وأضاف المصدر إلى أن قوات الجيش نفدت هجوما واسعا على مواقع الميليشيات بمديرية برط العنان شمالي غرب الجوف وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهر الاستراتيجية وفي الأراضي الفلسطينية شنت قوات من الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 30 فلسطينيا وتأتي حملة الاعتقالات وسط حالة من التوتر بعد مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة في طار مسيرات العودة التي يجري تنظيمها أيام الجمعي منذ نهاية الشهر الماضي تتابعون في النشرة بعد قليل السيارات الكلاسيكية تستهوي زوار مهرجاني كلاسيك القصيم أهلا بكم من جديد يواصل مهرجانه كلاسيك القصيم الثاني فعالياته لعشاق وملاك النوادر من السيارات التراثية والكلاسيكية ويأتي المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بالقصيم بمشاركة واسعة من داخل المملكة ودول الخليج بأكثر من ثلاثمائة سيارة تراثية وكلاسيكية انطلق مهرجان كلاسيك القصيم في نسخته الثانية لنوادر السيارات التراثية وذلك بمركز النخلة بمدينة بوريدا ويتضمن المهرجان فعاليات وعروض مصاحبة لهواته وعشاق السيارات التراثية الآلية هو تحديد موديلات معينة كحد أقصى للسيارات المشاركة لا يتجاوز تاريخ صنعها عن عام 82 ميلادي فكل السيارات من قبل 82 هذا الشرط رئيسي المشاركين من عدد من دول مجلس التعاون لدينا مشاركين من دولة الإمارات العربية البحرين الكويت عمان أيضا لدينا مشاركين من جميع مناطق المملكة المشاركين هذا العام أكثر من 250 مشارك أكثر من 350 سيارة كلاسيكية بفئات متنوعة ومتعددة مشاركة فاعلة لملاكي وهوات السيارات من داخل المملكة وخارجها نمتلك من السيارات 50 سيارات ثراثية وكلاسيكية شاركنا في هذا المهرجان مجموعة سيارات من ضمنها هذه السيارة شفرليت 1933 1933 طبعا شد بلد كامل السيارة أورجينال السيارة يعني تعود ملكية للشيخ زايد الله يرحمه وأبد يتون الحمد لله وشاركنا بالسيارة وهذا شرف لنا يعني طبعا ونحن حاضرين في أي وقت يعني مشاركاتنا يعني تسعدنا أن نشارك دائما معاكم في المهرجانات كلها سواء كان الكلاسيك سيارات أو سواء كان أي مهرجانات أخرى يعني وآيات مهرجان كلاسيك القصيم ليكون وجه لعشاقي وهوات السيارات الكلاسيكية ويفتح نافذة تسويقية لملاكها لعرضها وتسويقها علي العطينان بوريدا أصدر معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد قرارا يقضي بأن تتولى الهيئة العامة للثقافة الإشراف على جميع المراكز الثقافية في المملكة فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات والبرامج التي تقام في هذه المراكز كما قرر الدكتور العواد أن تقوم الهيئة العامة للثقافة بوضع الخطط السنوية لجميع هذه الأنشطة والفعاليات والبرامج وكذلك العمل على تطوير عمل المراكز اختتمت المملكة مشاركتها في الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد أن قدمت عبر أربع عشرة جهة حكومية أكثر من أربعة ألاف عنوان تناولت مختلف الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والبحثية والإعلامية وغيرها كما أورز الجناح تقارير وثائقية مصورة عن المملكة وتاريخها وما وصلت إليه من تقدم وتطور على جميع المستويات أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثلاث محاولات تهريب كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت السبعمائة ألف حبة إضافة إلى كمية من مادة الشبو المخدرة بلغت نحو ألف جرام كانت مخبأة داخل إرساليات شحن وردت للجمرك كانت مخبأة في مخابئ سرية معدة لغرض التهريب في خبرنا الاقتصادي أنهى مؤشر وسوق الأسهم المحلية اليوم تداولاته على ارتفاع بلغ قرابة الثمانين وسبعين نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى ثمانية ألاف وخمسين نقطة وسط تداولات قاربت الخمسة مليارات ريال والآن مشاهدين الكرام التحول للزميل العقيل العقيل وآخر أخبار التقص وتوقعاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله مشاهدين الكرام في النجرة الجوية تتوقع لهاي العام من أرصاد حمال التلبيئة هذا اليوم اليوم الثاني على التوالي تواجد بعض التشكيلات من السحب يتخللها بعض الركامي الرعدية على بعض ألزاء السواحل الشرقية من المملكة قد تسبق برياح نشطة متير الأتربة والغبار ورياح حابطة من هذه السحب الركامية الرعدية مع تدني في مستوى الروياء الوفقية في مكة البكرمة تصل درجات الحرارة كعظمى هذا اليوم 39 درجة مئوية والصورة 23 المدينة منورة 35 و 21 في الرياض 34 و 19 درجة مئوية على السحل الشرقي من المملكة نتوقع بذل الله تعالى عوالق ترابية وأتربة مثارة وانخفاض في مستوى الروياء الوفقية ولا يستبعد سحب الركامية الرعدية ممترة على بعض الأزاء الشرقية من المملكة أجباء غائمة جزئيا في بعض أجزاء منطقة حيل ومنطقة الجوف والحدود الشمالية كذلك الحال في منطقة تابوك مستقرة في جدة مع 33 درجة مئوية والصورة 23 الباحة 25 14 26 15 وسحب الركامية الرعدية متوقع مع بعض الأمطار متوقع على بعض الأزاء من المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية هذا كل ما في النشرة الجوية شكرا لكم في أمن الله ورعيته شكرا عقيل ختام هذه النشرة تذكير بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد في انتصارات جديدة الجيش اليمن يسيطر على مواقع استراتيجية في مأرب والبيضاء والجوف وواشنطن تتوعد بفرض عقوبات على روسيا لدعمها نظام الأساسي شكرا لكم مشاهدين الكرام على كرام المتابعة وحسن الإصغاء دمتم في رعاية الله